على مأدابة تلحيب بزعما وقيمة مجموعة الاشرين في مدينة حانجو قول ما تابق المطبخ من لحم أخنام من محافظة延遲 ونال تلحيبا واسعا وتعتبر أخنام للمحافظة延遲 هيصر كثير من الأوسل الفقيرة تتخيل حياتها وتنتقل إلى مستوى أفضل بفضل تلبية أخنام وتجارتها قال جانجين القولوي بقلية زوجاجوان بمحافظة延遲 إن الهكومة المحلية ولجنة القلية سعادته كثيرا في تلبية الأخنام وبفضل ذلك ارتفع داخله بشكل كبير أنا أقوم بتربية 190 رأسا من الغنم الآن ويمكن بيع كل رأس مقابل 700 إلى ألف وان حيوي إلى نحو 150 ألف وان الطريق الحالي لتربية الأغنام مختلفة تماما عما كانت عليه من قبل فقد أقامت القرية الآن مزرعة عامة لتربية الأغنام ويمكن لكل القروي المشاركة فيها دون قلق بشأن المبيعات علاوة على ذلك تدعم الحكومة كل رأس غنم بنحو 100 يوان كانت عائلتي تربي الأغنام لا سيما والدي وتعتبر الأغنام في يانشي دعما مهما لدخل الفلاحين أكثر ما أشعر به الآن هو أن هناك حكومة تقف وراءنا وتدعمنا قال الرئيس القرية إنه تم إنشاء مزلعة عامة لتربية الأغنام ويوجد حاليا حوالي 600 خنم وكل القروي يخصل على لبح مشترك بالإضافة إلى ذلك قوم العديد من القرويين بتلبية 100 أو 200 لأس خنم بأنفسهم وهو جزء مهم من داخل القرويين في المزلعة العامة لدائية للقارك بشأن سوك وفي كل عام هناك شركة خاصة للشلع بشكل مواحد تقريبا كل قرية في محافظة يانشي تربي الكثير من الأغنام وستقدم الحكومة المحلية إعانات للقرويين الذين يربون الأغنام ومبلغ الضعم لكل رأس غنم 100 يوان قبل عدة سنوات كانت تربية الأغنام في يانشي تتم في البرية أما الآن فيتم تربيتها بشكل مكثف في قرى مختلفة مما يجعل السعر المبيع أعلى وفي الوقت نفسه لا يحتاج القرويين إلى القلق بشأن السوك فهناك شركة خاصة للشراء بشكل موحد يتراوح سعر كل الخروف بين 700 يوان و1000 يوان ويمكن لبعض الأسر تربية 300 إلى 400 رأس غنم كل عام بحيث يصل الدخل السنوي من تربية الأغنام إلى مئات آلاف اليوانات بالضعف إلى صناعة الأغنام تم إنشاء مصنع للأعلاف في القرية ولا يتم توفيل عرف المنتج للأغنام في القرية فحسب بل يتم بيئه أيضا في أماكن أخرى في إنشاء وحتى إلى المقطعات المجاورة يمكن لمصنع الأعلاف هذا أن يدول دخلا يبره حوالي 500 ألف يوان للقرية كل عام ولذي يتقاسمه لقربيون يضاف طيب الصين المحلي إلى العلاف الذي ننتجه وبتالي فإن الفوائد التي تعود على الغنام كبيرة العديد من المنطق المحيطة لاستعداد برعي على فناء وهذا لا يزيد دخلنا فحسبه بل يبني عدم مزايا العلامات التجارية لقريتنا ويثري لحكل الصناعي لقريتنا تُمَسِلُ كِمَةُ إِنْتَاجِ أَخْنَامِ في يانش أكثر من نصف كمتُ الإِنْتَاجِ ذِلعي للمحفظة على لحما من عن صناعة المحلي لها تأليه أكثر من 200 عام ولا يزال يعمل محليون على تحسين تقنيات تلبية خاصة بهم وتوفر صناعة الأخنام وضع إذن عديدة ودخل كثيرا لسكان محليين وتلعب دعان خامل في تخصيف من حيثة الفقل جارجن سجد تنع أعبية لنشاء延持 ترجمة نانسي قنقر